هذه هي قرات الطين السحرية التي ستنقذ نباتاتك وسيتضح لكم سبب وصفها بالسحرية عندما نشرح خمسة استعمالات لهذه الكريات وتذكر أنت تشاهد ضغرة نافدة المعلومة الصحيحة والصادقة عضوية خفيفة مسامية ثلاث صفات تميز قرات الطين المستخرجة من المحاجر بعد تعريضها لدرجة حرارة عالية يتم تشكيلها على شكل قرات دائرية إليكم الاستعمال الأول لهذه الكريات المدنية الطبيعية والآمنة أكثر مشكلة تتسبب في موت والذبون نباتاتنا هو قطرة الري بسبب ركود ماء السقي أسفل الوعاء مما يؤدي لاختناق الجذور وتعفنها رغم توفر الوعاء على الثقوب ورغم وضع الحصى كطبقة أولى في الوعاء فإن مشاكل تدفق وتصريف الماء لا تنتهي بسبب كطرة الري بسبب استعمال تربة تقيلة غير مناسبة تحتفظ بالماء وأيضا بسبب صغر أوعية الزراعة فتصبح نسبة الجذور إلى التربة كبيرة جدا إذن الحل هو استعمال قرات الطين كطبقة أولى في الأسفل بعمق تقريبا من 2 حتى 6 سنتيمتر حسب حجم المحبس المحبس أصدقائي هو الوعاء أو الأسيس بلهجة جيراننا وإخواننا وأحبائنا في الجزائح ثم نضع قطعة من القماش فوق قرات الطين حتى لا تختلط التربة مع القرات وهذا طبعا اختياري ثم نضع التربة وبعدها نزرع النبات بهذا سنحمي نباتنا من مشاكل تعفن الجذور وضمنا تصريف جيد لأن القرات مسامية وتحتفظ بالماء الراكد عكس الحجارة العادية الماء سينزلق بين القريات التي تمتصه والباقي يتم تفريغه من الثقوب أسفل الوعاء ثاني استعمال لقرات الطين هو خلطه مع التربة بنسبة 10% أعيد 10% فقط من القرات مقابل 90% من التربة هذه الطريقة السحرية ستوفر لنا بيئة جيدة التهوية دون الثأثير على نمو الجذر وتذكر فهي آمنة طبيعية وأصلا فهي مادة خاملة ثالث استعمال هو التسطيح أو تزيين الأصيص بهذه الأحجار وهنا سنضرب عصفورين بحجر واحد أولا الجمالية طبعا وهي التي نبحث عنها من خلال هذه الهواية الجميلة ثانيا سنقلل من الماء المتبخر ونحافظ على الرطوبة نسيت عصفور ثالث وهو الحد من نمو الحشائش والنباتات الضارة وتذكر للكرات عمر طويل وهي قابلة لإعادة التدوير رابع استعمال هو توفير معدل رطوبة جيد للنبات دون الاتصال المباشر بالماء نعرف أن الجو داخل البيت يفتقر للرطوبة الحل هو أن نملأ صحنا بقرات الطين ونصب الماء فوقه بعدها نضع المحبس هنا سيبدأ النبات في امتصاص حاجته من الماء وفي نفس الوقت عندما تبدأ القريات في الجفاف سيتبخر الماء فيوفر الرطوبة للنبات وأيضا للنباتات المجاورة له الاستعمال الخامس ونذكركم أنه ليس الأخير لأن كريات الطين لها عدة استعمالات وأهمها في الزراعة المائية وإذا أعجبتكم حلقة اليوم سأنزل حلقة أخرى عن كرات الطين لذلك أحب أن أرى عدد كثير أو كبير من الإعجابات في حلقة اليوم الأوركيد متابعين الكرة تعرفون أننا نزرعها في لحاء السنوبر مثلا كما هو ما واضح على الشاشة طبعا لا نستعمل التربة وبحول الله سأغير هذا الوسط أي لحاء السنوبر البحري بالطين الموسع مع البيرلايت والشرح سنخصص له حلقة مفردة إذا كان البيرلايت مثلا يلعب نفس الضور وهو تحسين الصرف فمن مساوئه أنه يتفتت مع الوقت لكن كراتنا السحرية عمرها طويل وهي قابلة لإعادة التدوير وليس لها عيوب تذكر لا تنسى عزيزي المشاهد أن تغسل كرات الطين قبل استعمالها أصدقائي نبدل طبعا مجهود كبير جدا في إيصال المعلومة المفيدة التي تخص الزراعة والنباتات فجازاكم الله خيرا كافئونا بالدعم سواء بوضع إعجاب للفيديو أو مشاركة رابط القناة مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي لا تنسوا أيضا التعليق ودعمنا بكلمات جميلة تحفزنا على الاستمرار دمتم بخير إلى اللقاء